اشتركوا في القناة هنا بانطلاقة وتحديات الجمول المحليات الاصائل بشعارات ابناء القبائل ضمن اشواطي هنا ايضا اشواطي المفتوحة التي نتابعها من ارضية هذا الميدان نصير معكم بهذه الانطلاقات نتابع هذه التحديات نتابع الصدارة والمقدمة والمركز الاول مستحيل الحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي من يأتي على الصدارة بينما مزعق العلي بن سالم بن حمد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن اكتبي ثانيا والمركز الثالث هنا يأتينا اللحاس الراشد بن سعيد بن حمد المنصوري من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات بشعار بن درويش المنطلق على المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع مشكور لسلطان بن سيب بن سلطان الطنيقيتين رابعا وعلى المركز الخامس فجاج المنطلق هنا لسعيد بمنانا بن ادين لاكتبي من يقدم لنا فجاج بهذه الانطلاق بينما القادم هنا هو المتسلل هزران هنا القادم بشعار سهيل بن مبارك الحامري ومن الجانبي هنا الاخر والمتسلل شاهين شاهين محمد بن الطوير بالمر العامري والقادم شاهين هادي بن عبدالله بن سالم بن ركاض العامري من يقدم هذه الانطلاق تاسع مراكزنا المركز التاسع سلهود سيب بن مصر بن راشد العميمي من ينطلق تاسعا وعلى المركز العاشر والقادم شاهين مسلم بن سهيل بدلل العامري هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الاولى ذعناها على حضاراتكم بهذه الانطلاق وبهذه التحديات لنا عودة هنا الى صدارة لنا عودة الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط مزعق من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول ينطلق بصدارة وبالمقدمة علي بن سالم بن حمد بن سليم من يقدم على صدارة هذا الشوط بينما مستحيل على المركز الثاني مستحيل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي هناك ياتي اللحاس راشد بن سعيد بن حمد بن درويش المنصوري على المركز الثالث وعلى المركز الرابع المركز الرابع شاهين محمد بن الطوير بالمرة العامر من ياتينا على المركز الرابع وخامس المراكز فجاج فجاج هنا بشعار ياتينا بانجازاته وتحدياته هنا بهذه الانطلاق بشعار بوسالم سعيد بن منانا بن اغدير لاكتبي من يقدم على خامس المراكز والمركز السادس المركز السادس مشكور سلطان بن سيب بن سلطان طريقي هو شاهين على المركز السابع هنا يتسلل من مركز الى مركز هادي بن عبدالله بن سالم بركاض العامر من يقدم ابو عبدالله على المركز السادس في هذه اللحظات متسلل بينما المركز من السابع الى السادس المركز الثامن المركز الثامن هنا هزران لسهيل بن مبارك بن هدف العامر من ياتينا بانطلاقة هزران بهذا الانطلاق والقادم شاهين مسلم بن سهيل بالدليل العامري وعلى المركز العاشر والمنطلق في هذه اللحظات شعار بن حليس هنا يأتينا رحال خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي من يقدم على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاول في انطلاقة وتحديات هذا الشوط هنا شوطنا الحادي عشر في مجموعة اشواط هذا الصباح نتابع مشاهدين الكرام ونعود الى الصدارة نعود الى المقدمة والى المركز الاول صدارة هذا الشوط فجاج فجاج من غير على الصدارة غير على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا بشعار سعيد بن منانة بن اغدير الاكتبي يقدم على صدارة وعلى المركز الاول الركز يبوع لي في متابعته وانطلاقة من ياتي على المركز الاول وصدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني هناك المنطلق في هذه اللحظات هنا ياتي مستحيل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي ومزعج علي بن سالم بن حمد بن سليم ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع هنا ياتينا اللحاس المنطلق بشعار راشد بن سعيد بن حمد بن درويش المنصوري المنطلق على المركز هنا الرابع وخامس مراكزنا هنا نتابع هذه الانطلاقة وشاهين هادي بن عبدالله بن سالم بالركاز العامري من ياتينا خامسا وسادس المراكز المركز السادس شاهين محمد بالطوير بالمرة العامري وهنا هزران اسهيل بن مبارك بن هدفه العامري من ياتي بهزران وشاهين المسلم بالسهيل بالدليلة العامري متواجدا هنا ثامنا وتاسع المراكز رحال خليفة بن حليس بن راشد لقتيب من ياتي برحال وهنا سالهود السيب بن سبر راشد العميمي على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاول بهذه الانطلاقات والتحديات هنا نعود الى الصدارة والى فجاج المنطلق على الصدارة منطلقا بالمقدمة وبالمركز الاول وصدارة هذا الشوطة هنا وبتحديات هذا الشعار الذي عودنا دائما وابدا بالانجازات العديدة ها هو ياتي هنا منطلقا هنا فجاج سعيد بن منانا بن غدير اللي اقتبي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوطة بينما المركز الثاني مستحيل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي مزعق ياتينا ثالثا هنا منطلقا مزعق العليب السالم بن حمد بن سريم اللي اقتبي وشاهين شاهين المتسلل هنا من مركز الى مركز شاهين المنطلق بشعار ابو عبدالله هنا هادي بن عبدالله بسالم بركاض العامري من يقدم على المركز الرابع خامس مراقزنا ياتينا شاهين محمد بالطوير بالمر العامري والله هنا وصل وصل بالدليل مع شاهين شاهين مسلم بن سريم بالدليل العامري قادم هنا مع شاهين بهذه الانطلاق والتحديات هنا القادم رحال خنيفة بن حليس بن راشد الاقتبي ياتينا هذه الانطلاق وبهذه التحديات بينما هنا هزران القادم هنا هزران لسهيل بن مبارك بن هدفة العامري مع هزران هذا الانطلاق وبهذه التحديات تاسع المراكز سلهود سيف بن مسفر بن راشد العميمي وعلى المركز العاشر هنا اللحاس لراشد بن سعيد بن حمد بن رويش المنصوري هذه هي النتيجة ها هي النتيجة مع المنعطف الاخير مع المنعطف الاخير لهذا المضمار والالتفاف الاخير ويا محل الالتفاف الاخير هنا نعود الى صدارة نعود الى المقدمة وفجاج فجاج المسيطرة على زمام الامور وعلى صدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الاول مستلما زمام الامور ورأس حربة هذا الشوت هنا على صدارة على المقدمة والمركز الاول فجاج هنا لسعيد بن منانا بن اغدير الاكتبيه المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوت بعد الثنين كيلومترات والخط المستقيم الى المنصة الرئيسية هنا بهذه الانطلاق بمتابعة هنا قميس بن سعيد الزرعي من يتابع على المركز الاول والصدارة المركز الثاني مستحيل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث هنا يأتينا شاهين المتسلل هنا بهذه الانطلاق وتحديات بسلم بن سهيل بالدليل العامري ويأتي شاهين هادي بن عبدالله بسالم بركاض العامري هنا بهذه الانطلاق ويأتي شاهين اخر محمد بطوير بالمر العامري هنا والقادم القادم هنا رحال هنا قليفة بن حليس بالراشد الاكتبي هذه الاسماء المتواجدة ولكن الصدارة مع فجاج على المقدمة على المركز الاول هنا مندفعا بصدورة هذا الشوط هنا وتحدياته فجاج سعيد بن منان بن اغذير الاكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني شاهين حمد بالطوير بالمر العامري ويأتينا هنا شاهين هنا بهذه الانطلاق هادي بن عبدالله بسالم بركاض العامري وشاهين هنا المنطلق سلم بالسهل بالدليلة العامري يلا بدأت التحديات هنا في هذه اللحظات هنا شاهين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول شاهين محمد بالطوير بالمر العامري من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول فجاج في المركز الثاني سيد بن منان بن اغذير الاكتبي تينا على ثاني المركز الله ثالثا شاهين هنا المسلم بسهل بالدليلة العامري وشاهين هنا هادي بن عبدالله بسالم بالركاض ولكن التحديات الاخيرة الاخيرة شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشهوط هنا بهذه الانطلاق الله الله التحديات الاخيرة شاهين حمد بالطوير بالمر تحديات الاخيرة والعمري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول فا الداخ في المركز الثاني سيد بن منان بن اغذير واللحظات الأخيرة وشاهين القادر من هناك الهادي بن عبدالله بسالم الركاض الاحد يلا هناенно يلوى شاهين يتسلل شاهين 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 يتسلل الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول عمد بو عبدالله سلوب من مدينة العيس الام علي هذا الفوز المميز الجميل تهانينا لهادي بن عبدالله بسالة العامري شاهين في المركز الثاني لحمد بطوير بن عامري في المركز الثاني فجاج سعيد بن منانا بن عدير الكتير في المركز الرابع شاهين سلم السهل بالدليل العامري المركز الخامس شاهين وصل بهذه الانطلاقة لمايد بن علي بن خلفان بشاوي لغفل من حل على المركز الخامس أول إذاعة هنا يصلنا مع خط النهاية نعود إلى التوقيت الزمني وتوقيت شاهين هنا الهادي بن عبدالله بسالة بن ركاضة العامري قاطع المسافة في ثلاثة دقيقة ثمان ثواني سبعة من الأجزاء من الثانية تهانينا وناموس بينما المركز الثاني ثلاثة دقيقة تسع ثواني أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا وناموس لمحمد بطوير بالمر العامري وأتان فجاج هنا بثلاثة دقيقة ثمان ثواني وسبعة من الأجزاء من الثانية تهانينا ونموس هنا بشعار شعيد بن منانا بن رديو الاكتباء فهانينا ونموس للجميع